موسيقى مشاهدين أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى جولة في أبرز ما كتبت الصحف العربية والعالمية لصبيحة اليوم البداية بجريدة المجاهد الجزائرية التي تحدثت في غلافها عن تكريم الرئيس الجزائري تبون أمس من طرف الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين خلال افتتاح مؤتمره الثالث قشر المنعقد بمدينة إسطنبول بوتركيا عرفانا بدور الجزائر في لم الشملي الفلسطيني وجهودها المتواصلة في دعم فلسطين وحشد الدعم العربي والدولي لنصرة هذه القضية وقد استلم درع التكريم عامد جامع الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسني بحضور القنص للعامل الجزائري في إسطنبول عبد الغاني أعمارا وينظم المؤتمر العالمي لرواد بيت المقدس تحت شعار شركاء في تحريرها بالتعاون مع جمعية البركة للعمل الإغاثي والإنساني وبحضور أكثر من خمسمائة مشارك من سبع وستين دولة مختلفة بالإضافة إلى نخبة من قادة ورؤساء الحركات والهيئات والمؤسسات في العالم الإسلامي المتخصص بالعمل لقضية فلسطين وعدد من المفكرين والعلماء تقول اليومية ننتقل مشاهدنا إلى جريدة الشرق الأوسط التي نقرأ على افتتاحيتها زيلنسكي يحشد الدعم في زيارة تاريخية إلى واشنطن جاء في المقال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل أمس في البيت الأبيض نظيره الأوكراني الذي وصل واشنطن لطلب الدعم لبلاده في زيارة تاريخية هي الأولى له خارج أوكرانيا منذ بداية الخرب حيث أعلنت إدارة بايدن خلال الزيارة التي تستمر بضع ساعات حزمة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها ملياري دولار وتشمل نظام باتريوت للدفاعة الجوية المتطورة في غضون ذلك اعتبر الكريملين أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تؤدي سوى إلى تفاقم النزاع مع روسيا كما نقلت الصحيفة قول المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي قال إن الزيارة تزامنت مع استعداد الكونغرس للتصويت على حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار في موضوع ذي صلة نشرت الجمهورية اللبنانية مقالا بعنوان بوتين سنوصل تطوير قدراتنا العسكرية والنووية وحسب ما نقلته الصحيفة فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستوصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك الاستعداد القتالي لقوتها النووية على وقع النزاع في أوكرانيا والأزمة مع دول الغرب كما أعلن بوتين عن دخول صواريخ الفرط صوتية الجديد العابرة للقرات ومضى الكاتب قائلا في هذا الخصوص إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ذكر أن إحدى الأولويات ستكون موصلة تنفيذ العملية الخاصة في أوكرانيا حتى تتحقق كل الأغراض بعلنا عن نشر سفن دعم لطوارئ ووحدات الصيانة البحرية على سواحل مدينتين أوكرانيتين صحيفة القدس العرب عادت للحديث عن عملية نورتشريم وكتبت غياب الأدلة القاطعة حول مسؤولية روسيا عن تخريب خط الغاز نورتشريم إلى أوروبا وأفاد المقال أو قالت أفاد المقال بحسب الصحيفة الواشنطن بوست التي نشرت تقريرا أعده عدد من مرسليها قالوا فيه إنه لم يتم العثور على أدلة قاطعة تدين روسيا بتخريب خط نورتشريم للغاز الطبيعي وأضاف أن قادة أوروبا سارع بعد التفجيرات التي استهدفت أنبيب الغاز تحت المياه لاتهام روسيا ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله لا يوجد أي دليل يؤشر بأن روسيا هي من تقف وراء عملية التخريب هذه خصوصا وأن عمليات التقييم قام بها 23 دبلوماسيا ومسؤولا استخباراتيا أقول في تسع دول وتم مقابلتهم في الأسبوع الماضية وذهب البعض للقول إنهم لا يعتقدون أن لروسيا يد على الإطلاق في التفجيرات الأخيرة ننتقل إلى جريدة الدستور الأردونية التي عنونت مجلس الأمن يناقش الوضع بين أرمينيا وأذربيجان وفي التفاصيل نقرأ أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول تطورة بين أرمينيا وأذربيجان استمع الأعضاء خلالها إلى الإحاطة من مساعد الأمين العام لإدارة السؤون السياسية وبناء السلام ميروسيلاف جينكا محذرا من نشوب صراعات متجددة بين الطرفين قد تؤثر على منطقة جنوب القوقاز برمتها خصوصا وأن الوضع لا يزال هشا في ظل تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار وتضيف اليومية أن عددا من أو المسؤول الأممي أشهد بجميع المشاركات المستمرة وجهود الوساطة وشجع على تنسيق الوثيق لضمان أقصى قدر من الفعالية معبرا أن الأمم المتحدة ستوصل الاتصال مع جميع الجهات قصد إنجاح عملية السلام مجلس الأمن يدعو لتشكيل حكومة ليبية موحدة عنوان على غلاف المصر اليوم وفيه أن مجلس الأمن الدولي أعلن التزام أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد والتمثيل الشعب الليبي بأكمله كما دعا المجلس في بيان منشور على موقعه الإلكتروني جميع الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مصاري للمضي قدما لوضع لمسات الأخيرة على التسوية السياسية بما في ذلك الأساس الدستوري من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزهة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد في المقابل شدد البيان على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية مشجعا على مواصلة جهود المجلس الرئاسي بدعم من بحثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في هذا الصدد حسب ما ورد في المقال جريدة العرب الإماراتية كتبت لبنان بلا دواء وبلا حليب أطفال يبدو أن الشركات المستوردة للأدوية وحليب الأطفال في البلاد توقفت عن عملية تسليمها للصيدلية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى حاجز الأربعة وستين ألف ليرة حيث أعلن نقيب الصياد إلى جو سلوم عن توقف شبه كامل لعملية التسليم معبرا أن هذه المشكلة ليست جديدة بل هي قديمة متجددة ومن المحتمل أن يفرغ مخزون الأدوية في المصانع والشركات خلال يومين فقط ننتقل إلى الصحافة الفرنسية ونقرأ على صحيفة لوفيغارو إضراب القطارات أكثر أكثر ما يثير غضب الفرنسيين حيث قال الكاتب إيريك ديلا تشيسنا أنه وعلى الرغم من المعود بالزيادة الكبيرة في أجور المراقبين التي أقرت بها الحكومة مؤخرا والتي وصلت إلى 12% إلا أن نقابة المراقبين دعت إلى إضراب نهاية هذا الأسبوع حيث سيتم تسيير قطارين فقط من أصل ثلاثة في عطلة نهاية الأسبوع بحسب تقديرات الشركة الوطنية للسكك الحديدية يضيف الكاتب قائلا أن الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية كريستوف فانشيه جدد موقفه الرافض لهذا الوضع واصفا للإضراب في أيام نهاية السنة بالفضيحة والأمر الغير مقبول على الإطلاق صحيفة The Times البريطانية عادت للحديث عن إضرابات طواقم فرق الإسعاف في بريطانيا وقالت أن الخلافة تسعى مع الحكومة بشأن رفضها زيادة الأجور فوق معدلة التضخم بعد إضرابات الممرضين الأخيرة وتسببت سلسلة من الإضرابات في إشاعة شعور بالبؤس في بريطانيا قبل عيد الميلاد مع تهديد عمال سكك الحديد وشرطة مراقبة الجوازات أيضا بإفساد عطلة الأعيات في ظل رفض الحكومة قبول المطالب المتعلقة بالأجور وتوقف أمس موظفو السيارات الإسعاف في الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة بمن فيهم طواقم الإسعاف ومسؤول الاتصالات عن العمل ما دفع مسؤولي الرعاية الصحية إلى التحذير من إجهاد نظام صحي يعاني بالفعل من أزمة كبيرة